غلطة بيقع فيها 90% من مربين الدواجن وهي برحلة تغيير العلف من بادي النامي من 23% و 21% السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخباركم هي رب اشوفكم في احسن صحة وحال النهاردة هنتكلم على غلطة كبيرة ويمكن هي كارثة كمان بيقع فيها معظم مربين الدواجن وهي غلطة مرحلة تغيير العلف من بادي النامي والحقيقة ان الناس بتيجي عند اليوم السبعتاشر او الثمنتاشر او الستاشر او بالمعنى الاصحة لما الفرخ بيبتدي يستهلك مننا 750 ل 850 جرام علف بيبتدوا يغيروا العلف من بادي النامي كتير مننا طبعا بيجي يغير خلص العلف اللي عنده اللي هو البادي ويارح منزل العلف على طول نامي ودي مشكلة كبيرة ان احنا بندى الفراخ طبعا وكنا بندهم 23% بروتين فجأة وكان طبعا العلف ناعم فجأة ندي علف خشن وبيبقى 21% بروتين فده بيسبب صدمة عند الفراخ ودي بصراحة غلطة كبيرة جدا يمكن معظمنا بيوع فيها ولكن هو الحل او الخروج منها سهل طبعا مفيش علف اتنين وعشرين في المية فبالتالي اي حد بيغير العلف من 23% الواحد وعشرين في المية على طول في حاجة بسيطة كده هنعملها هنا وهي منغيرش العلف مرة واحدة فجأة كده بنسيب مثلا اخر شكرة من العلف او نص شكرة حسب النسبة اللي عنده حضرتك او كمية الفراخ اللي عنده حضرتك اللي عندك كمية او أجلعين لو عندك عشرين تلاتين عندك مية عندك الف فانت بتسيب بمعدل كمية مثلا بتنسيبهم من ال 23% وتخلطها على نفس النسبة اللي هي ال 21% انت هوليكن الفراخ عندك هتستهلك فيه يوم هتستهلك عندك عشرين كيلو علف هتستهلك خمسين هتستهلك مية فانت بتجيب العلف اللي هو استهلك بمعدل يوم لو كان مثلا في اليوم ده الفرقة تستهلك معاك عشرة كيلو علف فانت بتسيب اخر خمسة كيلو يكون علف بادي ثلاثة وعشرين في المية وتاخد من الواحد وعشرين في المية اللي انت جايبه برضو خمسة كيلو زيهم وتخلطهم مع بعض بشكل كويس وتيجوا تحطوهم في العلفات للفراخ اللي عندك كده اصبحنا تلاتة وعشرين في المية وواحد وعشرين في المية احنا كده حطنا لهم علف اتنين وعشرين في المية هيقعد ياكلوا منه مثلا بمعدل يوم وهنزل في الوقت ده طبعا ضروري ضروري نزل مضاد سموم في اليوم ده اللي هو بنغير فيه العلف من بادي لنامي وهنحط طبعا العلف زي ما قلت لحضراتكم كده علف اتنين وعشرين في المية خليها ياكلبو معدل يوم يوم ونص يومين على اتنين وعشرين في المية بعد كده هنزل العلف بتاعنا اللي هو الواحد وعشرين في المية مفيش منه كده مش هيسبب صدمة الفراخ ولا هيعمل مشكلة ودي كانت معلومة بسيطة وصغيرة حبيتها وضحها لحضراتكم ياريت كلنا يا جماعة نهتم بيها ونتخلي بنا منها بشكل كويس لان فعلا دي بتسبب كوارث عند الفراخ وبتخلي نسبة النفوق تعلى خاصة في الفترة دي لفترة تغيير العلف وكتير من انا بيحتار ازاي عندما بغير العلف بلاقي فيه نسبة نفوق عالية وهي بصراحة يمكن السبب الرئيس وهو موضوع تغيير العلف من تلاتة وعشرين الواحد وعشرين وفجأة مرة واحدة كمان نركز في اليوم ده بالذات نبتدي نحط مدد سموم لمدة تمانية واربعين ساعة ويستحسن لو مدد سموم وغسيل كلوي مع بعض يبقى اتناشر ساعة واثناشر ساعة وده كان فيديو النهاردة صغير وحبيت اشرح له حضرتكم على السريع وقول له حضرتكم المعلومة ده على السريع يريد اكتر